عزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بوابة حوة احنا النهاردة حبينا نتكلم في حاجة الناس كلها بتتكلم فيها في مشاكل كتير جدا ايمة عليها وخصوصا الفترة الاخيرة دي انا عندي ناس كتير جدا 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 بعتت لي على المسجس عندي بيتكلموا ان هم عايزين يعرفوا فعلا فيه صحر فعلا فيه اعمال ولا زي ما الطب النفس بيقول ان ولا فيه سحر ولا فيه اعمال وهي مجرد هلاوس بتيجي من العقل الباطن للبني ادم وهو بيفصرها على انها من اعمال السحر والشعوزة احنا النهاردة معانا فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم هيكون معانا وهيكلمنا في رأي الدين في موضوع الاعمال والسحر والشعوزة هنطلع فاصل وهيجلنا فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم ووكيل وزارة الاوقاف سابقا ازاي حياتك فضيلة الشيخ اهلا وسهلا ومرحبا بكم مهلا بيك انت بقى الاول قبل اي حاجة خالص انت قلت مقدمة حلوة اوي احنا قاعدين مع بعض عن حوة نعم علشان النص التاني بتاع حوة يعرف تعمل معها ازاي نعم هستأذن حضرتك بقى تقول نفس الوصية دي للنص التاني تمام الدين الاسلامي يهتم بالمرأة باهتمام بالا ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النساء شقائق الرجال ولذلك لو تأمننا في القرآن هللاقي ان صورة النساء ونسأل هنا سؤال هل في صورة الرجال لا طبعا لا في صورة النساء ومن بدايتها خاطب الناس كلهم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة وفي الصورة دي أحكام المراس والأحكام التي تتعلق بالرجال في صورة النساء صح إشارة من الحق تبارك وتعالى أن احنا نهتم بالنساء ولذلك في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة يعني برغم منها الحجة الوحيدة لكن عشان بعدها مباشرة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في خطبة الوداع بوصايا ومن أهم هذه الوصايا وصيته بالنساء قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى وليه وقف هنا فإنهن خلقنا من ضلع احنا بنسمع بعض الناس يقولوا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج فيش رواية بتقول إنهن خلقنا من ضلع أعوج أبدا فإنهن خلقنا من إيه؟ من ضلع يعني من ضلع من آدم تمام وإنه أعوجت ضلعه أعلى لازم أي ضلع يبقى فيه إيه؟ يعوجاش في العلو تمام بس ده مش عيب عند المرأة مش عيب عند النساء حيثك بقى إيه؟ تفاهمها لهم كده بطريقة الكل يبقى فاهمها عشان نخش عطلش الموضوع بتاعنا إن شاء الله يعني فاهمها لهم إزاي إن دي مش عيوب في المرأة ما تستخدموش كلام ربنا في إن انتوا تأثروا أو تجيبوا أو تزموا في المرأة أو تتهموا المرأة أو تتهموا المرأة نعم ليه يعتبر هذا العوجاج وهل العوجاج ده خير ولا شارف أكيد أي حاجة من عند ربنا خير خير أكيد تمام خير ليه؟ و تلاتة استقامتهم في عوجاجهم تلاتة في الدنيا استقامتهم في إن؟ في عوجاجهم المرأة والدنيا والمنجل المنجل يعني الشرشرة اللي بنحصد بها الأمحة أو البرسيم أو 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 لو الشرشرة مش لو عيدلة تحصد لا هتبقى سكينة مش هتبقى خلاص ما تنفع لازم تبقى عوجها كده عشان تلم الأمحة أو تلم البرسيم وتحصد صح تمام تمام الدنيا لو الدنيا كلها حلوة وما فيهش عيوب وما فيهش أخطاء ما حدش أستفاد حاجة منها خلاص بقتش تبقى ع دنيا مش تبقى درس أصلا مم ما بقتش إيه؟ ما بقتش دنيا ما بقتش دنيا مم يبقى نخلينا في الآخر على طول وخلاص وفي الجنة وما ننزلش إين؟ صح ما بقاش في حساب وعقاب وخلاص بقى هي كل حاجة حلو تمام ولذلك النبي زكر لنا حديث قدسي عن الحق تبارك وتعالى لو أن هذه الأمة قائمة على أمر الله لا تخطئ صح وإنما تصيد لأبدلتها بأمة تخطئ فتستغفر الله فيغفر الله له ما أنا لو ما عنديش خطأ هستغفر على إيه؟ صح يبقى مفيش داعي تمام؟ وكذلك المرأة طب المرأة إيه عوجاجها؟ تمام إيه؟ إيه عوجاج المرأة وخير ليه؟ لأن المرأة فيها حنان ولذلك حتى في آية الزواج ومن آيةها أن خلق لكم من أنفسكم أدواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة سياج الأسرة والحفاظ عليها وبقاءها في المودة والإيه؟ والرحمة طب لو المرأة ما عندهاش الحنان ناعة في قصوة في ال وما ترداش تتجوز هتتزوج ليه؟ عندها مال وعندها 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 عايزة الرجل في إيه؟ مدام ما فيش حنان وهتعوز أولاد ليه؟ خلاص أنا عايشة نوجوزي حتى لو رد بإني كلها زوج عشان شهوة عاجلة مثلا طب وهخلي أولاد ليه؟ ما أنا مش محتاجة وأنا عندي خدم وحشم وعندي كل حاجة آي وصح ماشي؟ يبقى عاطفة البنوة آه ها؟ والأبوة ها؟ موجودة عشان هي عندها ها؟ العاطفة للأولاد وحب الأولاد والرحمة والرحمة ولذلك الحق تبارك وتعالى بيقول على رحمته مائة جزء اتدخل تسعين ليوم القيامة وجزء فيه يتراحم الناس فيما بينهم حتى وإن الدبة لترفح حافرها عن رضيعها خوفاً وصفقة عليك شوه الدبة؟ من الجزء ده؟ من الجزء ده؟ صح طيب في جزء تاني للمرأة ومهم جداً 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 وبنقول عليه أنه هو يعني أعوش عشان كده أنها ضلع أعوش شهادة المرأة نص شهادة الرجل باتنين رجل باتنين من النساء ليه؟ لأن عندها العاطفة ممكن تغلب عليها ممكن لو حست أن الرجل ده هيتعدم وهتقطع رأبته تاخدها الشفقة بيحصل جديد أو موضوع ده صح يبقى ما بقاش إيه؟ ما بقاش عيب ما بقاش عيب طب لما نيجي نقول أنها ما بتصليش زي الرجل على طول بيعتريها الحيض ويعتريها النفاس ويعتريها ده مش عيب عنده؟ لا ده حاجة من عند ربنا ده حاجة من عند ربنا وصحياً مفيدة جداً لها نعم تمام؟ يبقى إذن ما هو شعيب عند الإيه؟ عند المرأة عند المرأة ولما يقولوا أن النساء نقصاته عقل ودين مش عيب لأن نقصات عقل عشان العاطفة عندها أغلب نقصات دين عشان إن هي ممكن يجي لها الحيط ما تصومش يجي لها الحيط ما تصليش كده فيبقى إذن مش تخصيل عند المرأة بل هو تكريم للمرأة فالنبي يقول استوصوا بالنساء خيراً فإن هن خلقنا من ضلع وإن أعوجت ضلعه علىه فإن ذهبت تقيمه للي عايز يخلي المرأة عيد له كسرته وإل تركته لم يزل أعود يبقى عمل إيه؟ يبقى بالمودة والرحمة فعظوهن ومراحل هي الحياة بالمودة والرحمة بتمشي وبتبقى كويسة جداً آخر الوصية يقول إيه تاني؟ لما قال فإن هن خلقنا من ضلع وإن أعوجت ضلعه علىها فإن ذهبت تقيمه وكسرته وانتركته لم يزل أعود فاستوصوا بالنساء خيراً يعني هو بدأ بيها وصية ونهى بيها وصية يعني حوى في قدامك كده لازم تحفز عليها في كل الأحوال ولازم تعملها كويسة إحنا بقى النهاردة برضو فاستوصوا برضو لأ ده لسه ده إحنا هنعمل كتير قوي عن المرأة وعن حوى يا فترنت الشيخ جميل بس إحنا النهاردة بقى عندنا حاجة مهمة جداً الفترة الأخيرة دي للأسف فيه كتير جداً سور أعمال ناس بتعمل أعمال لأطفال أعمال لتنين متزوجين فرق في حسد في حاجات سحر شعوزة الكلام ده كله يا فترنت الشيخ عايزة أعرف لإني رأيي الطب النفسي قال أني مفيش حاجة اسمها سحر ومفيش حاجة اسمها أعمال وهنيجي للفرض المصاب أو الشخص اللي بيبقى عنده العمل أو الحسد ده شفت كتير أنا حتى شفت على اليوتيوب وعملت سرش كده ولقيت أني في ناس بيبقى ليها ردود أفعال قوية جداً وغريبة لمجرد أن الشيخ يقرأ عليها فأنا كنت أحب حضرتك تنورنا أو تعرفنا إذا كان فعلاً هو فيه سحر فيه عمل فيه حسد وفعلاً ولا زي ما الطب النفس بيقول هي مجرد أحسيس بيستخدمها العقل الباطن فبتطلع بالصورة اللي احنا بنشوفها تمام أنا مشاناً اللي حقول تمام مين أنا سيب القرآن اللي هو دستورنا صح كده اللي هو مفوشي أدنى شك شك ولو في حرف واحد مزبوط يعني حرف واحد تقول أني ربنا قال إيه؟ قل صدق الله خلاص يبقى كلام ربنا إيه؟ هو الحق من الحق ما فيش بعده ما فيش حد يقدر يشك طبعاً ولا حد يقدر يقول ده فيه حرف زائد ولا حرف إيه؟ ناقص ناقص هما بيعترفوا يعني الدكتور النفسي قال إحنا بمفوك كان يبقى معنا النهاردة بس حصل ظرف طارق فما درش ييجي هو كان يشرفنا وجوده إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله وهو لما يسمع كلام ربنا هيعترف بال هو معترف بالحسد يعني هو قال إن فيه حسد وإن ده حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام تمام بس هو رافض أو الطب النفسي عموماً بيرفض أن اسمها مس أو أن فيه حاجة تصيب جسم الإنسان من السحر أو الحاجات دي فبيعمل ردود الأفعال اللي بتبقى موجودة فأنا ده 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 الجزئية اللي أنا أحب حضرتك ترد عليهم بها هل ده فعلاً موجود أن جسم الإنسان فعلاً بيصاب بمس وفعلاً بتحصل تعني نسمع القرآن تمام جداً هو ردود بالقرآن الحق تبارك تعالى في صورة البقرة بيوصف اللي بيأكلوا الربا بيقول اللي عليهم إيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تمام حياتك هتشرح كل حاجة بحيث كل الأفعال يعني يبقى ماشي بيتخبط بيقع بمش قادر ما عندوش توازن تمام فقد للإيه؟ للتوازن للتوازن طيب هو لما قال كالذي يتخبطه الشيطان قال منين؟ من المس يعني في مس يبقى في مس تمام وقال ليه الكلام ده؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البايع مثل الربا طيب في أعمال؟ أيوة احنا فيه سور وفيه ضر مش عارفة إذا كانت نقدر نعرضها ولا دي مرفوضة أنا الصراحة مقدرش أجزم على كده بس السور يا فضلت الشيخ نجوم حروف حاجات حاجات جديدة طلاصم أنا يعني مش حاب أقول طلاصم بس والنجمة اللي بتبقى على والطلاصم دي موجودة من زمان من يام سيدنا سليمان كمان ومن سيدنا سليمان اللي كان بيعملها عشان محدش يقول لا طبعا لأنه اتهموا فيها سيدنا سليمان تمام وذلك القرآن برأوا القرآن برأوا برأ سيدنا سليمان ولذلك قال إيه واتبعوا ما تطلو الشيطان الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب الأهاروط وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر طب كانوا بيعملوا دليل لأنه كان السحر استشرى انتشر وانتشر ماشي في بابل وهنا وهنا ماشي فلما انتشر ربنا عايز يرد عليهم بملكين تمام فالملكين نزلوا يبينوا للناس ان ده مش حقيقي ده تخيل زي اللي حدث على عهد سيدنا موسى تمام قصة حبل كده تمام والحبل هو يسحر عيني أنا اه بيسحر الشخص مش مش ان انت عينك تشوفه انه بيمشي تمام يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى خاف ايوه إما الأقل حاجات بتتحرف ورحله خاف طبعا وجاي عليه خاف ايوه اول مرة يتعرب لهذا الموقف تمام قلنا لا تخف انك انت الأعلى اه انت أكوى انت معك قوة ومعك ومعك حقيقة مش خيال ايوه انك انت الأعلى وألقي ما في يمينك العصية اللي معك دي ارميها بس هم سيبها ورميها على الأرض وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى تمام فالعصى بتاع سيدنا موسى لما رميها اتقلبت لحية اهو وحية حقيقية تمام ما السحر ولا تخيل ايوه ولا خزعبلات ولا شعوزات تمام ولا تمائم ولا يتمتم بكلام لا دهو رمى العصاية والعصى أصبحت حية وبتتلع كل كل الحاجات اللي هم نموا كل الحاجات اللهم نموا هم برده Oh هم برده بتدوا يرمواوا الحية نزلة بأكل كل هم برده نفسهم علىطول اه لأنوا عارفون إنهم محد السحر عينيهم لنا ماشى قالوا امنا برب هامررونمو موسى جايق؟ عشان نوضح أكتر السور اللي بيبقى فيها التلاصم والحاجات دي دي فيها حاجات مؤذية هي حاجات حروف بيكتبوها لأن أنا هقول لحضرتك في مشكلة ومفيش آيات من القرآن سحر عشان نبقى بقى يعني ليقولوا الصورة دي فيها مش عارف إيه لا ده تلاصم هم بيعملوها حروف مفردة اللي هي تبقى من أعمال أعتقد من أعمال الشياطين وأسماء لملوك الجن يعني هو فعلا في الأعمال دي يعني هو موجود فعلا ولذلك ربنا لما قال إيه في نفس الآيات اللي أنا كنت بقولها لما بيقولوا وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني فيه تفريق بين الرجل ومراته يبقى فيه ضر ولا ما فيش لا طبعا فيه يبقى هو واضحه وبتأثر ولا بتأثرش ولذلك بس في حتى بقى مهمة جدا عشان المشاهد الكريم اللي بيسمعنا دلوقتي يعرف إن بإيده هو يحصل يصيبه ضر وبإيده هو ما يصيبوش ضر تمام يا خمد إزاي ربنا قال إيه بعدها على طول لا تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لو قفنا هنا كل واحد يقول لك قال تم خلاص منعه أي ساحر تحب يعمل لي حاجة هيا يعمل لي أي واحد هيروح لساحر هيعمل لي هيضرني لا بعدها قال إيه ربنا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نقف هنا بقى هنقول طيب وَمَتَى يَأْزَنُ اللَّهِ وَمَتَى لَا يَأْزَنُ اللَّهِ وقت ييأزن وقت ما يأزنش وقت ما يأزنش ويبقى أنا محصن زي ما بيقولوا أو حضرتك محصنة تمام بإيه بذكر الله طيب أنا هسأل حياتك برضو لشان دي كانت مشكلة لحد بعتها لي إن فيه صورة لابنها هي اكتشفتها بعد ما لفت بابنها في مستشفيات كتير وتعب والدكاترة ما قدروش يحلوله المشكلة أو هم مش عارفين هو عنده إيه هي باللفز كده قالت إن ابنها بين الحياة والموت وعايزة زي ما بيقولوا أربعين دعوة وحاجات كتير طبعا مش هقدر أقولها كلها فكانت بعديها على طول لقيت صورة ابنها وعليه لطلاصم اللي بقولها لحضرتك دي هل فعلا ممكن يكون الولد تعبان بحاجة غير الطب أو مدام راحت للأطباء الأول هو هم عجزوا هنا الطب عجز عندنا مبدأ يا أستاذة لكي كان نفسي يبقى الدكتور موجود عشان يرد على حضرتك إحنا عندنا مبدأ الأول تمام إحنا بنحترم الطب طبعا سوى الطب البشري أو الطب النفسي أو أي تمام علم علم وربنا طبعا وفائم على أسس تمام ولازم يحترم طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي تداو عباد الله فإن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء ولم يجعل دواء أمتي في حرام في إيه في حرام في حرام هنفسر تمام يعني إحنا اتفقنا دلوقتي وحضرتك يعني بصرتنا كده قلت لعايز أنه بصر المشاهد ونفسر قال لهو ما يبقاش محتاج يفهم تفسير هو باني كل حال ما يبقاش يسأل حد تاني بالظبط وعلشان حد ما ياخدش النص يفسره بمزاجه أي وعلشان ما طلعش عينا أي تمام فالنبي بيقول ليه تداو عباد الله يعني إنا تداو نشوف في داء وفي دواء في دواء تمام مين اللي حيقول ليه في داء وإن دا الدواء الطب طب الطبيب شخص الداء تشخيص الداء نصف الشفاء الشفاء صح بل الشفاء كل تمام ليه؟ لو أنا روحت للطبيب معرفش يسخص هيكتب العلاج غلط والعلاج ممكن يصد منه ضرر كمان ومش هيشفيني ولا حيرفع عني اللي أنا فيه بالظبط مزبوط فالتشخيص هو أهم حاجة وزيك لما روح أروح لدكتور يكون شاطر متمكن في مهنته تمام متمكن تمام ماشي يكون خبير يقدر يشفي العمل ولزيك إحنا لما بنقول حتى في الصيام لما بنقول الماليج ياخدوا الرخصة عشان يفطر بنقول له روح لطبيب مسلم عدل ثقة يعني يكون راجل كويس يبقى اللي ما يقول لك إفطر هو عارف هو عارف إن إنت معلكش أي حاجة حرارة ويكون يتمكن في مهنته تمام ويكون راجل بيخاف من ربنا تمام فهنا الطبيب لما روح له يكون طبيب حازق بيسموه في اللغة كده حازق تمام طبيب الحازق ده هيقدر يشخص الداء صح ولو سخص الداء صح حيقدر يوصف له دواء نافع عاجل بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله فإذا صادف الداء الدواء شفي المريض بإذن الله بإذن الله ولذلك سيدنا موسى في مرة تعب فسأل ربنا الداء ده عايز له دواء فقال له هات العشب الفلاني أو حقلين ويغلي ولما يفطر يبرد يبقى كده فاتر يعني لهو سائع ولهو سخن يشرب فسيدنا موسى خد عمل اللي ربنا قال له عليه وشرب فشوفه يا بإذن الله قال بسم الله فشوفه يا بإذن الله المرة التانية ما سألش ربنا ما هو نفس العرض ماشي فجاب نفس العشب غلاه فتر فشارب بس ما قالش باسم الله وما خفش ما سألش وما قالش باسم إيه بسم الله وذلك إما تروح له طبيب ويديني علاج أو يدي حضرتك علاج أو يدي المشاهد الكريم علاج لازم يقول بسم الله بسم الله بلا أي حاجة وإذا مريضته فهو ماش فيه هو الشباق من مين من ربنا من الله إذا صادف الداء الدواء وقال بسم الله ولجأ إلى الله شوف يا المريض بإذن الله ماشاء وطرقنانا فأوكلناك إنت دعوتنا في المرأة الأولانية وقلنا لك أعمل وعمل وعمل ولما جيت أخذ الدواء قلت بسم الله فشفيناك إنت المراتي ما قلتش بسم الله إنت اعتمدت على العشب ما اعتمدتش على مين على الله سبحانه وتعالى فأوكلناك للعشب خليه دويك ودعوتنا ها وطرقتنا فأوكلناك فهنا يبقى لازم لما روح لطبيب أروح لطبيب أهل سقة وأهل سقة وحاذق إما يديني الدواء أخذ دواء وقول إيه بسم الله فالنبي بيقول إيه تداوع عباد الله فإن الله أنزل الداء هو اللي منزل الداء مين ربنا ربنا ولازم يجعل له دواء وجعل لكل داء دواء أي داء في الدنيا ليه داء لوديا طيب هي دلوقتي ابنها في حتة أنت سألت حضرتك عليها اللي هي قبل ما ننساها ولم يجعل دواء أمتي فيه حرام اه ايه يعني لم يجعل دواء أمتي فيه حرام يعني أنا مثلا جاني تعب في البور حد حلو كده يقول لي إيه اشرب لك شوية خمرة ينفع لا طبعا لا طبعا لا ينفعش ما ينفعش ده خمرة حرام أي يعني حتى لو فيها نوع من العلاج هو الشعير نفسه موجود الشعير موجود تمام من في أي شيء تاني هيبقى موجود وحيبقى أفضل فيه بقى أدوية بقى في العلم طبعا العلم بيتدخل بقى العلم هنا العلم بيتدخل طيب هي لما تلجأ بقى للعلم وهو ما يفدهاش هي الست دي لأننا المفروض هي بتفرج علينا أصلا دلوقتي تمام وهي يعني عايزة تعرف فالأول تروح للطب روحت الطب لما يقول لأ تمام يبقى تلجأ بقى لربنا وللقرآن آه يعني تلجأ لربنا ولقرآن إيه لو رأت بنتها بالرقية الشرعية ستشفى بالإذن الله الرقية الشرعية هنا بقى أنا عايزة أقول للناس يعني أو حضرتك تفاهمهم أهل العلم أن الفرق ما بين الدجال والشيخ أو رجل الدين وأنا بشوفهم نصب فرق ما بين أني أنت تروحي بابنك للشيخ وأنك تروح له في حتة تانية بقى معلماء من الأفاضل الألوية وتدفع فلوس بقى فهنا برضو لا يجوز علاج السحر بالسحر تمام هي ممكن تضره أكتر أيها طبعا واستنفاذ لطاقة واستنفاذ لصحة واستنفاذ لميل واستنفاذ ل وممكن يعمل صلح بس مع وبعد كده يرجع أشاد يعمل صلح مع الناس اللي احنا ما نعرفهاش ناسي تمام يبقى ألجأ لربنا يبقى إحنا مطالب من إن إحنا بالتحصين نحصل نفسنا بالذكر وهل القرآن لما يتقريش فأ سؤالك آه ده عند حضرتك برد مشاهد يسأله دلوقتي تمام هل لم أقرأ القرآن وأعيد سأقول لك الحاجة برضو أنا برضو يعني إيه يعني فهوض ما تكلمش بالحاجات دي بس هو مش كل الناس بتعمل بالقرآن فيه ديانات أخرى وكلنا يعني مكرين بيها حتى الإسلام فهيتعالجوا إزاي يعني إزاي هيتعالج من حاجة زي كده لو فيه سحر هو ربنا قال إيه وأن ننزله من القرآن ما هو شفاءه ورحمته للمؤمنين تمام كل صاحب دين يلجأ لربنا تمام مهم كلهم مش أجمعوا إن فيه هو إله إله خلاص يعني كل واحد على حسب دينه يلجأ لربه يلجأ للمولى سبحانه وتعالى أيها لربنا ماشي وذلك ربنا بيقول إيه عشان نعرف بس إن دي بيشيلها ربنا هو يعني حتى ده كورونا اللي موجودة ما إحنا لما بنلجأ لربنا بيشيلها صح يعني لما نجي نشوف ده كورونا بس هنا مش سحر بعده هنا طب بقى والعلم طب وعلم أوه تمام ونلجأ لربنا طبعا إحنا نلجأ ربنا قبل أي حاجة ناخد بالأسباب طبعا يعني وناخد بالإيه بالأسباب بالأسباب يعني ولذلك القرآن قال إيه فأتبع سببا لازم أخد بالإيه بالأسباب بالأسباب وبطرق النتائج لمين لمسبب الأسباب لربنا سبحانه وتعالى بس لازم ألجأ لمين للعلم للعلم بعد ربنا بعد ربنا ألجأ لربنا الأول وبعدين ألجأ للعلم يعني العلم يقولت أبعد أنا بأعمل التباعد يقول لبس كماما نلبس كماما نلبس كماما بس في تجيب بقى ودجي مش أجيبها بس عسانا إحنا بنسجل حلقة دلوقتي لازم نبقى أكشوفين أهي قدام الناس لازم نشوفون أهي أهو كماما معا نلبسين نهوت وجايين به ليه؟ على أساس بناخد بالأسباب بالأسباب تماما ونلجأ إلى الله بالدعاء أنا معايني سؤال شخصي تصدق لي حضرتك هو أتسأل حضرتك بس هنعيده تاني بس سيبقى قدام المشاهدين تماما احنا كان فيه أعتقد من يومين أنه اتقبض على دجال تماما بيتحاكم على أنه نزب تماما تماما هو مش حضرتك أن الدجل والشعوزة والسحر بعيدا بقى عن الأعمال والحسد اللي احنا قلنا أنه موجود تماما في إطار غير السحرة اللي بيستخدموها أو الدجالين بيستخدموه بطريقة غلط تماما دي غير دي خالص آه طب إحنا قبضوا على الدجات اللي هو بيعمل العمل اللي هو بيأذي به البني آدم تماما تماما طب يا فندم هو ده مش جريمة آه جريمة ولازم يتعاقب عليها لازم يتعاقب عليها طب ليه بنحطها في خانة النزب يعني ليه تخش في النزب ليه ما تبقاش بقى جريمة قوية ويبقى ليها مرضوك قوية لأن فيه ناس بتموت من السحرة فيه زجاد بيبقى فيها ضلاء يبقى فيه تشريع دلوقتي زي ما هم دلوقتي آه بيغلزوا العقوبة احنا عايزين بس حضرتك بيغلزوا العقوبة على مثلا اللي بيعمل التحرش والاغتصاب ومش دي جريمة تماما وبيغلزوا ولسه من يومين مغلزين العقوبة العقوبة آه في التحرش في مجلس الشعب وبنرفع لهم القبعة طبعا على القانون الجديد ان هو تحول ماشي ليه عشان تبقى بنتي ماشي أمنة في الشارع ابني يبقى ماشي آمن في الشارع تماما الناس تبقى ماشية زوجتي تبقى ماشي أمنة في الشارع طبعا احنا بنشكر أختي تبقى ماشي أمنة في الشارع والقانون ما البنت دي مين أمامتك واختك ومراتك وجرتك وبنتك وكل حياة والدتي أول ما طلعت كده واشتغلت إمام بقول لها أنا رايح أعمل محاضرة في مدرسة وعن البنت وعن المرأة ومش لاقي أبيات أقولها هيتلي اكتب ورايا هحب أنا كلام اللي هيت البنت علموها إذا أردتم علاها الله فبغير التعليم لن ترفعوها هذبوا خلقها ورقوا نهاها وارفعوا عقلها ولا تهملوها علموها أن الفضيلة كنز ليس يفنى ولا يموت زووها الله علموها أن التفرن جداء ناح منها قرينها وأبوها هي أم وأخت وبنت يحتزيها في كل أمر بنوها الله ولا شبوه في جد للوالدة يعني حلوة أوي يعني لما قلت الأبيات دي قدام من فضيلة المفتي شاوي علام كان عندنا في البحيرة في مرة قدام مع المحاوصة تاريب البحيرة قال ليه الكلام الجميل ده جبته مني قلت له والدتي من والدة قال لي سبحان الله قبعة للوالدة قلت كلام الجميل ده الحلو ده قلت له آه حلوة أوي فعلا يعني البنت مهمة لأنها هي أم وأخت وبنت وكل حاجة قلهم يا فضيلة الشيخ أنا والله هنا في البرنامج أنا مش ضد خالص النص الآخر ولا ضد الرجل نهائي بس عايزاء قد إيه يعرف أن النص التاني بتاعك هو ده حاجة مهمة أوي في حياتك يعني حاجة هو النبي لما يقول النساء شكارة وإقوة الرجال آه مع بعض بالقرآن لما يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويعد لازم لثنين مع بعض أيوة وفي الحساب والعقاب كله واحد تمام فضلت الشيخ تمام فالسحر ليه إحنا بنقول إنها جريمة أيوة وليه بنقول تغلز العقوبة لأن هو بيدور أيوة بيدور آه بيدور وبيدر ادر قوي يعني بيخرب بيمرد وبيخرب بيوت وفي بيوصل للموت وفي بيوصل للموت ده 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 هو ده لأنا نفسي وناشد فيه الحكومة وناشد فيه البرلمان يا جماعا والمشرناع البرلمان بتاعنا وبرلماننا بسم الله ما شاء الله عندنا برلمان بسم الله ما شاء الله كل يوم عملين يا زي underm شوية وحاجة أشغل على أعلى مستوى كان مجلس النواب ولا مجلس الشورى الاتنين بسم الله ما شاء الله اللي مجلس الشيوخ يعني اللي هو مجلس الشيوخ ومجلس النواب الاتنين بسم الله ما شاء الله وعندنا قيادة سياسية وعية يعني الرئيس عرفتاح السياسي كل شوية دينا مبادرات مئة مليون ساحة وغيره وصحة المرأة خلي بالك كده حتى سامة الرئيس مركز بحوة عشان تعرفوا ان هي حاجة مهمة لا طبعا وهي ازاي ما تبقاش حاجة مهمة ازاي ازاي وهي اللي انجبتني مين الحوة زوجتي ايه ابنتك اختي يعني الكون قائم عليها الكون قائم عليها وهي الرحم اللي ربنا خاطم الرحم وقال لها وعزاتي اشتققتك من اسمي الرحمن جعل منه ايه الله يعني الرحم خلاص ده احنا مش محتاجين نعمل برامج لحوة بعد الجملة دي ماشي وقال ايه وعزتي وجلالي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته قطعته انا انا حاسة ان اعقابه اقل اقل من جرمه انا انا زي بالضبط ما هم تاني شايفين يعني حتى لو هم يقولوا عليها جنحة انا اقول لا ما تنفعش جنحة جنية تبقى جناية ايوه اوه بقى ده اللي انا عايزة تكلم زي ما انت شفت ان التحرش ما ينفعش يبقى جنحة وخليته جنية وقانون عارفين قوي الفرق بين الجنحة والجناية والجناية عارفين قوي ايوه عادتا كلهم بقى ماشي عادتك عارف القانون التشريع مش الحبس لا سجل يعني فرق فرق في الوصف نفسه تمام في الوصف نفسه يعني فاحنا بنقول دول هيا التحرش التحرش طبعا حاجة حاجة مشينة اه طبعا طبعا بس مش عاشر يعني انا يعني مش عاشر كان صح صح والغلط حاجةك ممكن تقولي ده صح والغلط هو مش السحر والشعوازة وفعله اقوى من التحرش طبعا ضرره كبير صح كده ضرره كبير هو اقوى ان بني ادم يبقى ماشي على رجله وفجأة يقع ان بني ادم بيبقى ماشي في طريقه بالنجاح وفي نص الطريق يتعصر ويتعصر ان انت تروح او ان احنا بقى انا نحكي مثلا مثلا اجي اقول له صاحبتي انا النهاردة هشتري الحاجة الفلانية وخلاص انا رايحة عشان اشتري الحاجة دي واتفاجأ ان هي ما تمتش رغم ان هي كانت خلاص كل الابواب مفتوحة لها ما هي كل دي حاجات صعبة قوي نعم كل دي حاجات احسة انا حسة ان هي بتدمر بني ادم اقوى بكتير من انك اه طبعا التحرش بيئزيني والتحرش ده حاجة برضه بتمرد وتتعب بعض البنات او السيدات بس بصوا للجزء بتاع السحر والنصب والكلام ده انا حاسة ان هو برضه لازم 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 البرلمان والحكومة يركزوا فيه شوية وما يتعاقبش على النصب نصب ايه النصب كده انا شايف انك عامل جريمة قوي انت بتئذي بني ادم بطريقة خطر جدا انك تفسد علاقة ما بين رجل وامرأة بينهم اسرة واطفال وفجأة تلاقي الدنيا خرب البيت ممكن يتفرقوا والاسباب مفيش سبب اه انت تيجي يا فاند انت تقل له انت ايه سبب يا ابن اللحمة هو مش عارف يرد او فجأة يبقى صاحب انهم مش حابب زوجته ولذلك الدكتور النفس نفسه لما بينكر لانه اما بيجي حسابها بالاسباب المادية بيلاقيش فهو معزوز لكن لما يجي يقرى القرآن هيلقي 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 كل حاجة فيه تمام وبيلاقي ان فيه سبب يعني لما يتأمل القرآن وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيلقي وان فيه تأثير وان فيه ضرر بيقع والنبي قال لا ضرر ولا ضرر يعني احنا من الحلقة بتاعتنا النهاردة وطبعا يعني انا كان نفسي جدا تبقى أطول بس ان شاء الله هنعمل ليها وصلات كتير لماذا عن الحسد خالص لا اما لسه ده لسه فيه حاجات كثيرة فاضلت الشيخة احنا مكلمناش فيها بس المرة الجاية ان شاء الله الدكتور هيبقى موجود معيني علشان انا النهاردة كنت برد ايه انا نفسي ان الدكتور لا لا هو هيبقى موجود معيني انا بقوله بالحلقة لان احنا كلنا بنحترم رأي الطب طبعا طبعا على رأسنا العلم كله ونحترم العلم لان قوام الحياة على العلم وربنا اسجد الملايكة لأدم ليه عشان العلم تمام طيب احنا قبل ما نقفل الحلقة بتاعتنا هنقول لحضرتك نوجه المشاهدين ونعرفهم ايه اللي ممكن يعملوا علشان يتحصنوا من الازى واحنا كبشر لما يجي حد يقولينا خبر كويس احنا نرد بايه حتى عشان لو عينينا ما تحسدوش لحد ما نتكلم الحرقة الجاية في الحسد حضرتك تقول لنا بقى وتقول للجمهور نقول للمشاهد الكريم اللي بسمعنا النهاردة في الحلقة العظيمة دي بنقول له إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا والأمر اللي يأكد انك لجأت إلى الله انك تأدي الصلاة في أوقاتها وانا مش معقولة هلجأ له وما بطعوش تمام تمام صليت أصبحت في كنف الله وربنا بقول لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن عذابي طيب في حاجة تاني أسكار الصباح والمساء اللي علمهنا النبي صلى الله عليه وسلم أسكار الصباح والمساء موجودة في كتب حسن مسلم صغيرة صغيرة كده تمام وفي ناس عاملة أسكار الصباح والمساء في ورقة كده صغيرة كده ما شاء الله لما حدي يكلمك كده قل ما شاء الله شفت حاجة وعجبت بها قل بسم الله ما شاء الله قل بسم الله قل ما شاء الله قل سبحان الله أي حاجة تذكر فيها قل الله بس أي حاجة جميلة أذكر فيها اسم ربنا تشيل أنت حتى من عندك زنب أن أنت حسدته مش الحسد ده زنب ده شر نقف بقى هنا عند حلقتنا أن الحسد زنب وذلك ربنا قال إيه ومن شر حسد إذا حسد طبعا أنا بحسد ليه هو العطاء بتاعي ولا بتاع ربنا بتاع ربنا بتاع ربنا يبقى إذن أنا ما حسدش إحنا بس قدمنا مقدمة للحسد دلوقتي آه دي مقدمة وإن شاء الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة وهنكمل مع فضلة الشيخ محمد عبد العظيم إن شاء الله انتظرونا